يوم جديد ويوم سعيد على كورة القدم المصرية بتأهل نادي الزمالك للنهائي الكوفردالي أكيد بنبارك لجماهي نادي الزمالك زي ما باركنا بالأمس لكل جمهور ومجلس إدارة نادي الآل النهاردة كمان بنبارك لجماهي ومجلس إدارة نادي الزمالك بالصعود المستحق صعود مهم جدا 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 نادي الزمالك وبطولة ان شاء الله مهمة وان شاء الله الزمالك قادر على تحقيقها لإسعاد جماهي وزي ما قلت كلمت مبارك وقلت نتمنى ان احنا ان شاء الله بإذن الله نكون بطولة دور الأبطال والبطولة الكنفدرالية وتكون كورة القدم المصرية ترجع تاني تهيمن على الكرة الأفريقية كل التوفيق لنادي الزمالك ومباراة مهمة جدا 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 أي نعم المباراة الأولى يمكن حبسوا أنفاس جمهورهم ولكن يقدر النادي الزمالك النهاردة ان هو يرجع ويفوز ويكسب ويأكد جدرته بالصعود للمباراة النهائية في حاجات كده لازم نتكلم فيها تحس دايما ان البطولة بتناديك يمكن لو جينا شفنا مثلا كاس الأمم الأفريقية الأخية كودوفوار كان في معاناة جديدة جدا 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 ولكن قدر ان هو يحقق البطولة وتحس ان البطولة معلوقتي بتناديك نفس الحكاية يمكن نادي الزمالك بدأ بداية ما كانتش هي الأفضل بداية نادي الزمالك لم تكن هي الأفضل ولكن قدر ان هو نادي الزمالك يرجع تاني وقدر ان هو يكتهت وان هو يوصل لدور المجموعات وكمان في دور المجموعات نفس الشيء قدر ان هو برضو يوصل للنهائي الموضوع كان فيه صعوبات بالنسبة لنادي الزمالك وده كان هيحصل كمان مع فريق دريمز الغاني بالتعادل هنا والكل توقع ان ممكن تحصل أزمة لنادي الزمالك ولكن قدر نادي الزمالك ان هو يأكد جضايته ويأكد ان شاء الله بإذن الله على حصوله على الكنفضالية ووضع قدم في المباراة النهائية ان شاء الله بإذن الله واللي فيها كمان ميزة بالنسبة لأهل والزمالك ان اللقائين العودة هيكونوا هنا بمشيئة الله العودة هتكون في مصر الحاجة بقى بالنسبة لي اللي يمكن انا اتمناها او كلنا كمصريين طبعا اكيد ان اتمناها السوبة الافريقي يكون مصري ان شاء الله بإذن الله لان في حالة فوز النادي الزمالك بالنهائي سواء في الكنفضالية او دول الابطال السوبة هنا يصبح سوبة مصري خالص والتالت ميه يبقى فيه ما بين الاهل والزمالك السوبة طبعا ما بين الاهل والزمالك فكل الامنيات بالتوفيق لنادي الزمالك النهاردة قدى مباراة قوية النهاردة اثبت ان هو قادر نادي الزمالك في الفترة الاخيرة بدأ يمشي بشكل جيد يمكن البداية لم تكن موفقة موفقة بالنسبة للنادي الزمالك فيه حتى في الدول الممتاز ولكن نادي الزمالك بدأ يستعيد قوته تاني بدأ يرجع تاني عنده فرصة كبيرة للمنافسة على بطولة الدول يمكن شفنا حتى قبل اللقاء ده فوز بالنسبة للنادي الزمالك كان فوز مهم جدا على النادي الاهلي اتنين واحد فيه مباراة الدول الممتاز فاعتقد اني نادي الزمالك ماشي بخطوات ثابتة اين عم عنده بعد الازمات واين عم عنده بعد المشاكل وايقاف قرد وبعد المستحقات المتأخرة هنتكلم في اخبار كثيرة عن نادي الزمالك النهاردة ولكن خلينا نقول اني نتيجة النهاردة انا اعتقد ان هي يعني بتدي نفس لمجلس اضارة نادي الزمالك بتدي نفس للعيبة بتدي يعني زي ما بنقول كده اني بتدي طموح كبيرة للجميع وبتدي هدوء لنادي الزمالك وجاملية النادي الزمالك وده اللي احنا دايما بنتمنى لان قوية القدم بالنسبة لجمهور الاهلي او جمهور الزمالك هي الاهم اه ممكن تخسط في دور قوية الصلاة ممكن تخسط في بعيد الالعاب انما يبقى قوية القدم هي السحة بالنسبة للجميع نهاردة في حالة فوز نادي الزمالك ان شاء الله بإذن الله وده اللي كلنا بنتمنى بيئة الكمفضرالية انا اعتقد ان دي اهم التحديات بالنسبة للعيبة نادي الزمالك والمجلس الاضارة وهنا هتكون مصلحة مع الجمهور ومساندة هتبقى جبية جدا جدا وده اللي احنا بنتمنى ان شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة بالنسبة للنادي الزمالك كل الامنيات الطيبة لنادي الزمالك سعداء جدا 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 وخلينا كده نسمع برضو رأي واحد من أساطير نادي الزمالك كابتن نادي الزمالك وكابتن مصر طبعا كابتن فاروق جعفر اللي انا شخصيا يمكن من الناس اللي بدين لي بعد ربنا سبحانه وتعالى بفضل طبعا لاني واحد من اللي دوني فرصة انه نلعب في منتخب مصر الاول كابتن فاروق تحياتي ليك والف مباروك النهار حبيبة وحمد ازايك والله يبارك فيك ربنا خليك كابتن مباروك طبعا على فوز نادي الزمالك النهاردة وانا كنت مستمتع بيك بتحليل اللقاء النهاردة طبعا على وانا جاي كنت بسنا على اللقاء سمعت كده جزء كده في راديو وساعدت بتحليلك فقلنا رأيك في مباراة النهاردة وبشكل عام شايف نادي الزمالك راح فيه يعني انا شايف النهاردة نادي الزمالك قده بشكل كويس النهاردة وخصوصا الشرط التاني يمكن الشرط الاولاني كان مباراك تحت ضغط ان هو مباراة صعبة بالنسبة له وانهم عملوني نتيجة يعني شبه ايجابية مروحنا هناك كان كل الناس خايفة من مباراة العودة النهاردة انا طبعا بهني العيبة وهني المجلس الادارة والادارة والجمائير كلهم على فوز نادي الزمالك وطبعا انا بقول للعيبة المارضة كان كلهم رجالة صحيح سواء اللي كملوا المباراة او اللي خرجوا او اللي بدأوا المباراة كلهم كانوا رجالة وقعدوا بشكل كويس يشرف الكورة يعني يومين واربعه ثلاثة يام واربعه هم الكورة المصرية في حالة تشرفها تفرح الناس كلها النتيجة الزمالك في مباراة العودة وكانش حد متوقع تبقى الناس كانت خايفة صحيح لكن واربك اللي غير المفاهيم كلها هي اللعيبة واداء اللعيبة اي واللعيبة كان عندها الاسرار ورغم كان المباراة القولة كان فيها نقص عدد من اللعيبة لكن المباراة دي رجع زيزو ورجع وفتوح ورجع عمر جابر الفرقة بخيارته وقدو بشكل جيد النهارة جدا جدا الخبرات النهاردة فرقت معهم ان احنا فرقة هما بيجروا بيعملوا كل ده وانت بتحرك الكورة الشوت التاني كنت شكلك مشرف للكورة المصرية وده يا كابتن يمكن انا سمعته في تحليلك النهاردة وانت بتقول في الجو اللي زي ده شغل الكورة اكتر منك انت تجي عشان تتعب الخصم وانت تقلل من معدلات البدنية بتاعتك ده اللي عمل النادز الزمالك النهارة فح وده حيبق بتعليمات او بخبرات يعني ممكن بتعليمات من المدرب او بخبرات من اللعيبة اللي هي كورة ما تتعبش التشغل الكورة انت تحركت الشوت التاني بشكل كويس كنتم ممكن تعزز الهدف الرابع والخامس لكن اللعيبة اكتفت بكده والمدرب غير اللعيبة كان فيه لعيبة بعضها بدأ الجاذبان على اليوم لكن النهاردة برده كان لعيبة باداء الجماعي التنظيم في الصفوف الفرقة كل واحدة والنهاردة لعبنا بطريقة جديدة يعني لعبنا اربعة اربعة اثنين صحيح سامسونج سامسونج وسيف الدين الجزيرة يمكن ان هو استغل سامسونج النهاردة ان هو يلعب تحت المهاجم شوية وادها بشكل كويس وكان كويس وجاب هدف ولعيب محواري شوية يعني مع الوقت حياخد حياخد حيب هيكون احسن معافضة النهاردة قدى بشكل كويس كمان سيف الجزيرة ان رغب الناس فيه ناس مش راضي عن اداه لكن الاداء الحركة بتاعه معامل مساحات كبيرة سمحي وانت عشان كده كنت بتوصل ما فيش مشاكل بتوصل للمرمة للفريغ الغيني بشكل يعني بشكل كويس جدا انا يعني يعني من المبارات اللي الواحي كان مش بنتع بيها كان فرحان انه رد الاتبار بعد المبارات اللي اقول ان انت كنت متعادل هنا ومكنتش عارف تكسب كنت ممكن في لحظة في كرة اللي جات في الاي ان تخسر لكن النهاردة اللعبة عبرت عن نفسها بشكل كويس وبنهانية وابنولهم ان شاء الله في المبارات اللي النهائية ان شاء الله زمالك يفوز بالقطورة ان شاء الله قادر زمالك ان هو يفوز والاهل كمان ان شاء الله كمان الاهل يفوز اكيد اكيد يمكن امنياتنا طبعا وزي ما قلت يمكن نتمنى ان يكون السوبر ان شاء الله يعني السوبر مصري باذن الله فوز النادي الزمالك وفوز النادي الاهل ودا كلنا اللي احنا اكيد بنتمنى سامسونج يا كابتن في الماتشاط الاخية بيقد بشكل جيد انت لو موجود وجدة نظرك لاني طبعاً تعرف انه كان كلام كتير انه لازم يواجه حلو انه لعيب غير مفيد وكده ولكن جوميز بيكتشف سامسونج من جديد رأيك انه هو يستمع ولا الناس الزمالك محتاج انه هو يجد الدم او يجيب مهاجم تاني لا اولا هو المدرب محتاجه يعني هو اللي حيبقى في قرار بالمدرب محتاجه وهو بيكتشفه وهو بيرجعه تاني يعني يختلف مع الناس اللي سبقوا انه هو كان الناس كلها بتقول ده بس الشرط بتاع الناس الزمالك اللاعب لحوالي ثلاث مباراة او اربعة مباراة في مباراة في الدورة جاب هدف والنهاردة جاب في مباراة حساسة زي دي هدف الهدف الثاني ده ما جيه خلص المباراة انه هو عامل الكرة انت عارف لما الكرة في حطة مساحة قيارة وهو راح اططها في بطن رجل في ساوية البعيدة صحيح فالنهاردة انا ما اقدرش يعني زي ما انا سأليه العوادي بعد مباراة النهاردة ما اقدرش تقول العوادي يمشي اي يعني مع مثل يقوله سيف الجزير يمشي بعد مباراة الهالي ما حادش يقدر يقوله سيف الجزير يمشي صحيح النهاردة سامسونج ما حادش حادش يقدر يقوله يمشي سامسونج بطريقة بتاعته باداءه بشغله وبيلعب في مكان مش بتاعه لكن النهاردة اقدر بشكل كويس جدا متطمن على فاي نادس زي ما انا كنت تقوله في الفترة الاخية انا شايفه ماشي بشكل كويس وشايف اني حتى بقى نادس زي ما لك عنده عدد وفا من اللعيبة بشكل جيد بس بقى انت عشان عندك عدد كتير يا احمد لازم تدي فرص للعيبة يعني انت بدل عندك لعيبة وجدت لعيبة واشتريت لعيبة تديه فرص للعب هل الوقت متاح يا كابتل ان هو يقدر يجرب كتير لا الوقت مش متاح الوقت مش متاح هو المشكلة ان انت جدت عدد كبير من اللعيب حوالي تسع لعيبة فدي عشار لعيبة عشار لعيبة عشار لعيبة عملت لك زخم كبير يعني عملت لك زخم بس خليني هقولك على حاجة كانت وجهة مجلس الاضاية طبعا وعلى قصوم الكابتل حسين اللبيب لان هو كان معي الاسبوع اللي فات هو كان خايف من اقاف القيد فقال لك ان اجيب عدد لعيبة كتير عشان القيد لو توقف يبقى عندي الوفاة الكافية ما تزنقش بعد كده ان انا ما اضايش اجيب واجيب لعيبة تاني واقدر ان انا اتعاقد مع لعيبة جديدة دي وجهة نظر ان ممكن هو احاسس اني كرح يبقى فيه اقاف للقيد وكده لكن برضك انت عندك مشكلة ان عندك دلوقتي في نص النلعب عندك بتاع تسع عشر لعيبة في نص النلعب هل تبقى مين ولا مين ولا مين دي موردك اللعيبة دي بتبقى وعماصة وبتزعل واللعيبة اللي ما تزعلش بيبقى قهد عالدكة هيوجع الدماغ فيعني المهم يعني ان شاء الله القيد يفقوه والامور تبقى عادية في النادي واللعيبة دي تبقى متواجدة بشكل كويس وتبقى اضافة يعني اللعيبة اللي جبناها اضافة للفرق يعني انا مجيبش لعيبة مثل ساي بمية جينية وبعدين ما بستفدش منهم لا انا لازم حستفد منهم طالما انا اشتريت اللعيبة عجبك زياد النهائدة والنهائدة بيزهي بشكل كويس وكان مكفجة التشكيل؟ يعني النهاردة الشوت الاول الزمالك احسن حاجة عملها الشوت الاول من الزمالك جابها دافئة لكن الاداء ما كانش كان العشوائية في الفرقتين الزمالك عايز يكسب وطبعا تنفير طوبة وجوه وحره وكده في لعيبة كتير بزل الجهد الشوت الاول الشوت التاني اللي عنده خبرة اولي استمر في الملعب وبعدين خربهم بعد كده نزل الشباب الشباب اه لعيبة كويسة وكله لكن انت بتتكلم وبتقيم نفسك بتشوف المعدل بتاع اللعيبة البزل الجهد مثلا في المحل الاداء بيظل يشوف اللعيب مثلا للسلم كم كورة حط كم كورة وبنسبة دي الحاجات دي كلها وبتقيم انها لعيبة لكن انا بقول برضا كزا مالك يحافظ على اللعيبة اللي جابها ما يمشيهاش لكن يديهم فرص يعني اللعيم مش هقدر يلعب كل 3 او 4 ايام مباراة عشان متوسط على عمر في ند الزمالك بقى دلوقت كان عالي من فترة يمكن الناجل صغره باللعبات الصغيرة اللي جابها انما انت معجب بالموديل الفن الناجل الزمالك به هو هو عايد ماشي اللي في تناغه انت ما كنا الراجل يصاحب قراره يعني مش هتبقى مشكلة يعني انت هتشغل وحنتبق صاحب قراره لا يعني بدأ يشوف بدأ يشوف بدأ خلاص يعرف اللعيبة وبدأ مين الأجهز ومين الأفضل يعني أنا شايف أنه بدأ يحط إيده على خلاص على مفاتيح اللعب أو مفاتيح الفيه بالنسبة للنزل الزمان بس أنا ما أقدرش يبقى واحد زي النهاردة مثلا إحنا المكسب بيغطي حاجات يعني مثلا واحد زي أحمد حمد اللعيب كويس طب ما يلعب وماشي كويس شحاتة بيلعب في الحتة دي ورزل طب ما يلعب يعني ليه أنت النهاردة لعبت مثل طريقة اللعب عشان للناس أو هو شاف إن الفرق دي مش قوية الديفنسي بتاعهم ضعيف الأطراب بتاعتهم بتقدموا بيسيبوا وراءهم مساحات كبيرة فانتكسب يعني انتكسب عايز أقول مش بخبرات بقى انتكسبت نح المهارية بأخطاء بأخطاءهم الدفاعية انتكسبت النهاردة التلاتة هدف أخطاء دفاعية من دفاعات بتاعتهم مش هتقابل كل الفرق كده لكن برضا كلاعبت الزمان لكن شاء الله الفتر اللي جاية مع الجهاز الفني يبقى عندهم هدف لازم يحقق ومش يطرب بنا إنهم يروخوا على النهائي ويعودوا ويقتلوا في النهائي والمباراة التانية العودة بإذن إن شاء الله حيسندوهم مع الناس كلها عطاة في جديد إن شاء الله كابتن قبل ما اختم معاك يعني دايما بيحصل كده بعض العطاة اللي هي بتقلل من فايحتنا شوية لعطة مصطفى شهالة بالنهاية ده وتنصحوا بإيه لازم العقاب الأول لازم العقاب يعني ما ينفحش إحنا عادين نقول العيبة دلوقتي بقوا عندهم الثقافة العيبة دلوقتي بقت تتشرف العيبة دلوقتي بقت منضبطة بقت منتزمة المحد يخرج عن النص يعني ما كانت قدرته فلازم العقاب يعني لازم العقاب يعني صحيح كابتن فارو طبعا بشكوك جدا جدا وكل التوفيق ليك إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله على البرامج بتاعك وربنا وفاك وانت يعني تستهيل كل حاجة كويس أبا استنيك تنواينا كابتن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بنشيط ربي معنا طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك واحد الصين نادي الزمالك كابتن فاروغرافة